السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة وفيديو جديد كانت مني يلقاكم بخير وعلى خير اليوم ان شاء الله هنشارك معكم اقوى حل واقوى طريقة للتخلص من الصراصير وكذلك جميع انواع الحشرات المنزلية وخصوصا الصراصير اللي كتشكل واحد الازعاج اللي كبير وخصوصا مع بداية فصل الصيف اليوم ان شاء الله جبت لكم الحل اللي غدي هنكم من الصراصير نهائيا خصوصا بالنسبة للناس اللي كيعانيوا من الصراصير في المنزل وجربوا وصفات طبيعية وللأسف ما نجحوش معهم فاليوم ان شاء الله جبت لكم الحل اللي غدي هنكم نهائيا من الصراصير ومن الازعاج ديلها يلا كنتوا اول مرة كتشاهدوا القناة فما ترددوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد القناة ونخليكم مع الفيديو وكما تشوفوا معايا هذا هو المبيد الحشري اللي كيقضي على الصراصير وجميع انواع الحشرات المنزلية اللي كيسعاب على بعض الاشخاص انهم يتخلصوا منها ويقضيوا عليها بوصفات طبيعية كيجيب هاد الشكل هادا اسميته تيرميناتر كيقضي على الصراصير وعلى البق وعلى الدباب وجميع انواع الحشرات المنزلية كناخدو من الصيدلية اه تمان ديالو ما بين خمسة دراهم حتى العشرة دراهم ما كيفوتش هادا تمان هادا كيما تشوفوا معايا وكنخليه في البلاستيكة ديالو حيث ضروري نخبيوهم زيان باش ما يجيش في اللي الدين ديال الوليدة الصغار ضروري نخبيوش بلاسة اللي ما وصلوش لها الاطفال وكيما تشوفوا معايا دا والشكل ديالو فيها خمسين جرام وكيجي في كيس بلاستيكي وفيه لداخل مبيد حشري على شكل بودرة كيجيب هاد الشكل هادا بالنسبة لطريقة الاستعمال فكناخدو تقريبا ملعقة كبيرة من هاد البودرة هادي وكنخلطوها مع كاس ما يكونش كبير بزاف كاس اللي متوسط في الحجم ديال الماء كنخلطوه مع الماء وكنوضعوه في هاد رشاشة او بخاخة بهاد الشكل هادا وكننرشوه على الحشرات سواء كان مباشرة فكيموتو في البلاسة او لا نرشوه من الاماكن اللي كيتواجدو فيها الحشرات ومع الوقت كيموتو من اللي كيياكلو هاد المحلول او هاد الخليط هادا بالنسبة لهاد المبيد الحشري فهو اقوى مبيد حشري يمكن تجربوه كيقديع للسراصير على البق اللي كيسعب على بعض الاشخاص انهم يتخلصوا منه حتى مع استعمال مبيدات الحشرية فهد المبيد الحشري هادا كيقديع لهم حتى مبيد حشري اللي قوي سميتو ترميناتر كتخلطو خمسة وعشرين جرام منه في اللتر لمحاربة الحشرات في المباني المهنية والقروية ومحاربة رمود الحبوب مبيد حشري للنظافة والصحة العامة مسحوق قابل للبلل كيجيب هاد الشكل هادا وهو كيما تشوفوا معايا كاتبين هنا خطير يعني ضروري نخبيه في شي بلاسة اللي ما يوصلوش لها الاطفال وبالنسبة الاستعمال فهم الأحسن نستعملوه في الليل وفي الصبح آآ كنلقاو الحشرات ميتين وكنسيقو هاداك المكان وكنننظفوه مزيان باش ما كيبقاش الاطر ديال هاد المبيد الحشري هادا كيما تشوفو معايا راه كنناخدو من الصيدلية كيتباع في الصيدليات ثمان ما بين خمسة درام حتى العشرة درام كيف كتليكم وضروري كننرجعوه البلاستيكا ديالو وكنخبيوهم زيان على آآ المرأة ديال الاطفال ضروري ما يشوفوش وبالنسبة لهاد المحلول او هاد آآ البخخة هادا فكننرشوه على الحشرات سواء كان مباشرة او على الاماكن ديال تواجد الحشرات وكيما تشوفو معايا بعد ما كان نرش هاد المبيد الحشري في الليل في الصباح كنلقا جميع انواع الحشرات المنزلية ميتين لمن بين هاد دباب العناكب وكذلك صار اصير فهد المبيد الحشري كنأكد لكم انه فعال على جميع انواع الحشرات المنزلية كنتمنا هاد الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفتوا منو وما تنسوش تخليوليه لايك باشي وصل عند اكبر نسبة من الناس وبرتاج مع العائلة والاصدقاء واحتجيرانكم اللي تعمل الفائدة وانتلقاوا في الفيديو الجاي خليتكم على خير وإلى اللقاء اشتركوا في القناة